مواليد برج الحمل بتعيش حالة من الاستقرار والتنغم حيث يركزون تفكرهم بشكل كامل على أمور محددة هناك فرصة تتوفر لهم وتتميز بأنها سمينة فيجب استغلالها كوانيس مواليد برج الحمل بيستطيع التخلص من كافة القيود والعرقيل اللي شكلت عائق أمامه في الصابق يصبح مواليد برج الحمل أكثر واقعية كما يتعملون بطريقة أكثر وضوح مع كافة الأمور اللي بتحص حياتهم تشهد عزيزي الحمل استقرار كبير في أوضاعك المهنية أما حياتك العاطفية عزيزي الحمل فسوف تتغير وتتخطى كثير من الأزمات يجب عليك اتباع نظام غزائي يساعدك على الحفاظ على جسمك وضبط معدلات اللياقة البدنية حتقدر تتخطى الكثير من الأزمات اللي مرت عليك في الصابق كمان في تطور مع علاقتك في شريك حياتك في الحب وكمان العلاقة حتتبنى على أساس الصدق والندوق وإليكم توقعات الأبراج لبرج السور تمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى بمجموعة من العراقيل والصراعات في العمل لذلك يجب عليك الانتباه عزيزي السور من الدخول في مشاريع أو استثمارات غير مضمونة يتطلب منك الانتظار والعمل بجد والمصابرة حتى تستطيع الانتهاء من تلك الصراعات يعمر موليد برج السور بفترات من الاتراب العاطفي خلال الأشهر الستة الأولى من العامة تنصحك الأفلاك بأهمية تهدئة الأوضاع كما تحذدك من الدخول في أي مشاكل أو مشحنات يجد العازبين خلال نهاية 2022 الفرصة للارتباط يصبح موليد برج السور خلال الربع الأخير من العام عرضة للمشاكل الصحية لا تنسى أنه يجب عليك اتباع نظام غذائي وساعدك في الحفاظ على جسمك كمان يجب عليك ممارسة الرياضة عشان تحصل على الارتخاء والاسترخاء وفقا لتوقعات وحزوز الأبراج لعام 2022 يقبل موليد برج الجوزاء خلال العام الجديد على الكثير من التغيرات الهمة اللي بتتطلب التركيز والعمل الجاد ثم يجب تزليل الكدرات وتسخير القوى في سبيل تحقيق الهدف يواجه موليد برج الجوزاء عشرين اتنين وعشرين الكثير من المشاكل اللي بتتعلق بالعمل ولا يستطيعون تحقيق أهدفهم لكن تتحسن الظروف وتتبدل الأوضاع خلال شهر إبريل ويونيا حيث يجد موليد الجوزاء الفرصة لتحقيق غايتهم تمر ببعض المشحنات في العلاقة العاطفية تحتاج لبزل الجهد ويتطلب هذا منك منح السقال الشريك كما تتعرض عزيز الجوزاء لبعض المشاكل العائلية خلال الربع الثاني اللي بتحتاج منك للمرونة والحكمة في التعامل موليد برج السلطان عام مميز مفحم بالسعادة حيث يجمعهم القدر بأشخاص متميزون يطلقون الدعم المناسب يدعم الفلك موليد برج السلطان يوفر لهم الأجواء ويسمح لهم بتكوين علاقات مميزة تدعمهم في الاتجاهات والتقدم والنجاح يتحلون بالجرأة الكافية اللي بتساعدهم على الدخول في علاقات مميزة وأشخاص قوية وممسوق فيها مواجه موليد برج السلطان هزعم بعض المشاكل الصحية اللي بتتعلق بالمعدة والجهز الهضمي ولكن تتوفر لهم الفرصة المميزة للدخول في ارتباطات قوية حيث يكون معظم موليد البرج على موعد مع الحب ورومانسية أما بالنسبة لموليد برج الأسد يظهر موليد هذا البرج تفاوك كبير في المجال الوظيفي خلال عام 2022 كما يؤسسون علاقات قوية مع زملائهم في العمل يكون النصف الأول من العام مليء بالنجاح حيث يحصلون على الزيادة في الرواتب أما بالنسبة للنصف الثاني من العام تتوفر خلال فرصة عمل حيث يمكن للمواليد السلطان العمل في المجالات الهمة وكمان المميزة يواجه موليد برج السلطان بعض المشاكل الزوجية التي يجب دارتها بهدوء كمان يمكن تقع حدوث مفاجآت تقلب الأوضاع وتغير مصار الأمور تؤثر قصرة الأعباء الملقاة على عاطقة كالشعور بالتعب والإلهق وألام الظهر والمفاصل لذلك يجب أن تتوخى الحذر تواجه عزيزي العزراء ظروف متغيرة في العمل خلال عام 2022 حيث يغير الكثير منهم مواقع عملهم تشمل التغيرات في العمل طبيعة العمل ومكانته حيث تتاح أمامك الفرصة عزيزي العزراء لتغير مواقع العمل أيضا تنصحق الأفلاك عزيزي العزراء بالصبر والابتعاد عن التوتر والعصبية لذلك يفضل الانتظار الأشهر الثلاثة الأولى وعدم توقع الحصول على أي زيادة في الرابح يؤثر تراجع الحالة الاقتصادية على العلاقة بين المتزوجين من موليد العزراء حيث يواجهون مشاكل نتيجة عدم الكدرة على سداد الإحتياجات والمتطلبات أما موليد دابورج الميزان حيث يحققون تطور كبير على كافة الأصعدة ولكن مع ذلك يجب الحظر من الدخول في مشاريع مفاجأة لأن ذلك يشكل خطورة كبيرة على المسيرة المهنية قد تواجه عزيزي ألمزان بعض المشاكل الزوجية مع الشريك بسبب الانشغال عن الشريك ببعض الأعمال التي تتصل بالمهنة كما يجب التحلي بالصبر وعدم التصرع في اتخاذ القرارات ترتفع حزوز العازبين خلال النصف الآخر من العامة حيث يجدون الفرصة المناسبة للزواج والارتباط أما موليد بورج العقرب برغم من بعض التغيرات المهنية اللي بتمر بيها موليد بورج العقرب خلال ربع الأول من العامة لأنها تصير في اتجاه تصاعد بشكل عامة لكن يجب الحظر من بعض الهزات اللي بيشهدها أعمالك خاصة مع حلول نصف العامة تحظى بلحظات رومانسية وتعيش أوقات من الحب ولكن يجب الحظر من الغيرة التي تعكر صفه حياتك وتهدد الاستقرار مع الشريك كذلك يجب علاج سوء التفاهم الذي يتسبب في فساد العلاقة يعاني بعض موليد العقرب خلال النصف الأول من العام من بعض المشاكل اللي بتكون موجودة في الجهاز الهضمي يرفق الحظ الجيد موليد الجدي خلال معظم أوقات العامة يحققون نجاح كبير في المشاريع التجارية اللي بيشاركوا فيها كما يجنون الكثير من المكاسب المادية قد تواجه بعض المنافسات في العمل عزيز الجدي لذلك ولكن تستطيع التغلب عليها بفضل مهرتك كما تنجح في وضع الخطط اللينك ترسمتها في السابق أما أوضاع قل عاطفية فالتسير بشكل جيد كما يغمر الحب قلبك وتنجح في إقامة علاقات قوية ولكن لا يخلو الأمر من بعض المشاكل والتوتر اللي بتهدد الثقة وتؤثر على العلاقة مع الشريك أوضاع قل الصحية مستقرة معظم فترات العامة يقبل موليد برج الكوس على عام مليء بالتغيرات والتطورات اللي بتحتاج للصبر والحكمة والتروي تبرز مهارات كبيرة بالعمل عزيز الكوس ومن ثم يساعد ذلك في زيادة شعبية تكلب تتصاعد بشكل ملحوظ حيث تجذب الكسير من المؤيدين يواجه موليد الكوس بعض المشاكل العاطفية مع الشريك خلال النصف الأول من العامة تتاح أمام العازبين من موليد البرج فرصة للزواج والارتباط ولكن يجب عليهم الالتزام تستقر الأوضاع الصحية اللي بتتعالج بموليد الكوس خلال معظم العامة كما ينجح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الوزن اكتباع حمية غزائية تساعدهم على التمتع بجسم ميسالي خالي من المشاكل تتفتح أمامك المجالات هذا العام عزيز الدلو وتستطيع إبراز مهارات والتدليل على كدرتك يدلل موليد دبرج الدلو على مهارة كبيرة في العمل بفضل الموهبة اللي بيتمتعون بها حيث يوظفون كدرتهم في مجالات عديدة كما تتاح أمامهم الكثير من الفرص الزهبية اللي بتمكنهم من استغلالها في سبيل الوصول للنجاح أما بالنسبة للحالة العاطفية فننصحك أو تنصحك لك عزيز الدلو بالتفكير جيد وإمهال الشريك الفرصة قبل إنهاء العلاقة بالنسبة للمتزوجين من برج هذا أو هذا البرج يجب عليهم التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية وذلك من خلال تخصيص الوقت للعائلة والقيام بالنشاطات المختلفة مع الزجاة أما بالنسبة على الصعيد الصحي فتستقر الأوضاع ولكن لا يخدم أمر من بعض المشاكل اللي بتحدث مع نهاية العام بسبب الشعور بالإرهاقة تحمل توقعات الأبراج لعام 22 وعود مميزة وفرص كبيرة لموليد برج الحود تتفتح المجالات أمامك عزيز الحود هذا العام وتعيدك الأفلاك بفرص مميزة وأفاق جديدة كمان تجد السبيل لتحيق مالك وبلوغ تموحاتك كمان هتحقق أمنيتك في الصفر والعمل خارج البلد أما على الصعيد العاطفي فموليد برج الحود يتميزون بالسعادة على الصعيد العاطفي ويغمرون نفسهم بالحب ويشعرون بالرومانسية والشغف لكن تحذرك الأفلاك من بعض المشاكل والتوترات التي ممكن أن تحدث خلال الفترة ما بين شهر أكتوبر ونوفمبر حيث يتطلب منك عزيز الحود تبازل المزيد من الجهد للحفاظ على الشرك بالنسبة للمتزوجين من هذا البرج فهناك لحظات سعيدة كما يستقبلون أخبار صلرة تتعلق بولادة طفل أو حضور حدث عائلي صار أما على الصعيد الصحي فتشهد بعضا من الاستقرار بما يتعلق بالوضع الصحي خلال النصف الأول أما النصف الثاني فيحمل لك بعض المتعب والمشاكل الصحية مثل ألام المفاصل أو الظهرة أو الالتهابات والحنجرة والأنف ترجمة نانسي قنقر